السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع قصة العبد الذي أنقذ مصر عبد وينقذ مصر نعم هذا العبد هو قطز قطز الذي أنقذ مصر من خطر المغول والتطار فكما نعلم أن التطار هم مجموعة من الهمج مجموعة من السفحين الذين لا هم لهم في هذه الحياة غير التدمير وإشاعة الخراب وقتل الرجال وقتل الأطفال وقتل النساء وقتل النساء الحوامل وتعذيب وإهانة النساء فهؤلاء التطار السفحين السفحون الذين سيطروا وقاموا بهزيمة المسلمين في العراق واستباحوا العراق ودمروا العراق وقذفوا بالكتب القيمة الثمينة في نهر الفراط في العراق ودخلوا على الشام واستباحوا الشام وقتلوا الرجال وسبوا النساء واحددوا عليهم ولم يتبقى لهم غير مصر فمصر قريبة من الشام ولكن إشاء القدر أن يكون قطز هو حامي مصر الذي سيحمي مصر من خطر التطار فما هي قصة هذا البطل هذا البطل سبق وقلنا أنه عبد ولكن لم يولد كعبد ولكنه كان حرا طليقا وكان من عائلة ثرية وعائلة كان لها باع طويل في صد هجمات التطار فوالده هو الأمير ممدود وخال قطز هو جلال الدين ابن علاء الدين خوارز مشاه كانت له صوالات وكوالات ضد التطار فتجد أن قطز سيتم اختطافه وسيباع كعبد وتنقل من من بيت إلى بيت تنقل في الشام ثم إلى مصر واستقر به المقام عند الملك الصالح نجم الدين أيوب وهذا الرجل كان يشتري الممليك لكي يعلمهم الفروسية ويعلمهم العلم النافع الآن قطز يفكر كيف سأحرر مصر كيف سأتصد لخطر التطار كان لابد له أن يقابل التطار بعيدا عن مصر قبل أن يدخلوا مصر ولكن الناحية المالية في مصر تعاني من مشكلات اقتصادية فكيف نجهز الجيش ذهب إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهو بمثابة يعني أكبر زعامة دينية في مصر في ذلك الوقت فهو 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 من كبار العلماء وله آراء وفتاوى في شتى المجالات ودائما الأمراء يستشيرون الشيخ ابن عبد السلام في كل صغيرة وكبيرة فقال له قطز مريد الأموال لتجهيز جيش المسلمين فكيف نحصل على الأموال قال له لا يصح للحاكم أن يأخذ من أموال الناس شيئا إلا إذا تساوى الأمراء الممليك مع العامة في الملابس وأدوات الزينة من الذهب والفضة ولم يتبقى مع الأمير سوى الفرص وما يلزمه لأدوات الحرب وما يلزمه من أدوات الحرب اقتنع قطز بهذا الكلام وفعلا أصبح الجميع أصبح الجميع من أمراء وعام لا يملكون إلا الأشياء الضرورية وبقية الأشياء تذهب إلى بيت مال المسلمين المهم قطز يجهز العدة ويجهز الجيش ويقوم بالخطط والتخطيط للحرب فيرسل الجيش إلى منطقة الصالحية لكي تكون معسكر للمسلمين وبعد ذلك يرسل الظاهر بيبرس إلى غزة في حملة هذه الحملة هي جس نط لإيه يعني لقوة الجيش ولرد فعل التتار وفعلاً هذه الحملة تكون حملة ناجحة حملة بيبرس على غزة ثم يصير الجيش باتجاه عكة باتجاه سهل البقاء وفي عين جالوت تكون المعركة الكبرى بين قطز وبين المغول والتتار في هذه المعركة قطز قام بخطة ذكية فهو يجعل أفراد الجيش عبارة عن فرق متلوعة لا يهجم بكل الجيش يهجم بفرقة معينة وبعدد معين والباقي يكون مختبئاً وراء التلال وراء الأشجار ونجد أن قطز في الحرب الفرس الذي يركبه قطز قتل فقطز أصبح يحارب وهو بدون فرس والجميع يعد عليه يا قطز خذ الفرس مني قطز يرفض ويحارب بدون الفرس ويصرخ صرخته المشورة وإسلاماء وفي هذه المعركة معركة عينجلوت يقتل كتبغة وهو قائد المغول في هذه المعركة وهذه المعركة جعلت الجيش المغولي يتقهقر ويبتعد عن مصر ولا يدخل مصر وهكذا تنتهي خطر التطار على مصر هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون وبرغم ذلك نجد أن هناك بعض الناس من المثقفين من يحاولون أن يزيفوا حقائق التاريخ ويشوهوا سورة هؤلاء الأبطال ومنهم يوسف زيدان يوسف زيدان هذا من المثقفين المصريين ماذا يقول عن قطز يقول يا كل العرب استفيقوا من أوهامكم التي رسخت في لا شعوركم الجمعي اعلموا أن الذين جعلوا لكم سبق بين الأمم هم العلماء والشعراء والفنانون لكن الأبطال المزيفون هم السفاحون الذين استباحوا الدماء من أجل السلطة أمثال عبد الرحمن الداخل سقر قريش السلطان قطز بيبرس السلطان صلاح الدين لا حول ولا قط إلا بله قطز استباح الدماء من أجل السلطة قطز الذي أبعد خطر المغول كان سفاحا للدماء صلاح الدين الذي حرى القدس اتق الله يا من تريدون أن تنشر الفساد بأرائكم الضالة فتدعون أنكم من أهل الثقافة لا قرأوا التاريخ قرأوا التاريخ وعرفوا من هو العدو من هو الصديق من هو الذي حمى مصر وحمى الشام وحمى القدس إن صلاح الدين بطل قومي وإن سقر قريش عبد الرحمن الداخل بطل قومي والذي كانت له صوالات وجولات في بلاد الأندلس وبيبرس وهكذا عرفنا قصة العبد الذي حمى مصر واللقاء في لقاءة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة